اشتركوا في القناة يجدوا ان هذا الوصف فيه مغالات فيه غلو ولكن انما تطلعون على التقرير الذي ستشاهدونه بعد قليل اعتقد استفهام الغلو سيتلاشى تدريجيا انا هنا اتحدث عن المفكر العراقي الدكتور عبدالحسين شعبان سنكون معه في سياحة حوارية حول موضوع في غاية الاهمية الكثير من الالتقاطات المعرفية والكتابات المعرفية لمسيرة جناب الدكتور المفكر العراقي عبدالحسين شعبان كانت في مجال التطرف والارهاب والعنف والطريق الى التسامح سنحاول في هذه الحلقة ان نستدعي بعضا من ارائه لنناقشه في هذه الاراء ارحب بجناب الاستاذ الدكتور المفكر العراقي عبدالحسين شعبان اهلا ومرحبا شكرا جزيلا حياك الله قبل ان تنطلق سفيرة الحوار ادعوك ونفسي واستاذ المشاهدين نتابع هذا التقرير احبت المشاهدين نتابع هذا التقرير ثم نبدأ الحوار عبدالحسين شعبان اكاديمي وكاتب ومفكر من الجيل الثاني للمجددين العراقيين والعرب له اكثر من ثمانين كتابا ومؤلفا في قضايا الفكر والقانون والسياسة الدولية والاديان والثقافة والادب قدم شعبان قراءات جديدة للفكر المعاصرة من موقع نقدية وله مساهمات متميزة في اطار التجديد والتنويه والحداثة درس شعبان وتعلم في مسقط رأسه في النجف واكمل دراسته الجامعية في بغداد كلية الاقتصاد والعنوم السياسية ثم واصل دراسته العليا في براغ فحصل على درجتي الماجستير في جامعة 17 نوفمبر وجامعة جالس كلية الحقوق والدكتوراء مرشع علوم في فلسفة القانون عمل باحثا وأستاذا جامعيا في جامعة بغداد حاز على أوسمة وجوائز عدة منها وسامة أبرز مناظل لحقوق الإنسان من إصداراته الأخيرة جواهر الجواهرية دار السعادة الصباح الكويت ألفين وأربعة وعشرين من جديد أهلا ومرحبا بكم أحبتي المشاهدين تابعتم معنا هذا التقرير وأصبحتم كما أنا ومن الباب البديهي أننا نتعرف على الدكتور عبد الرسل شعبان ولكن التقرير عرفنا عليه على نحو التفصيل مرة أخرى حياكم الله دعني أخوذ معك بدءا في المصطلح الذي هو نتيجة الإرهاب لم يكن الإرهاب لولا أن هناك تطرف ولا نغالي إذا قلنا بأن الإرهاب هو وليد التطرف لذلك في ثلاثيتك ذكرت هذا القول قلت على الرغم من أن مجلس الأمن الدولي أصدر ثلاث قرارات بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر وفيما بعد أربعة قرارات بعد احتلال داعش للموصل في عام 2014 لكن الأمر لم يتغير وظل تعريف الإرهاب عائما بل ازداد التباسا بحكم التفسيرات المختلفة بشأنه باختلاف مصالح القوى الدولية لأن القوى المتنفذة تحاول احتكار العدالة وفرض مفهومها الخاص للإرهاب هذا بحد ذاته يجعلنا نتساءل لماذا نجعل من الآخر المتنفذ نقطة ارتكاز كبرى في أخذ التعريف من إذا ما عرفنا أن الهدف في ولادة التعريف لديه هو ليس العدالة إنما المصالح التي تخصه هو نعم الوقع هذا سؤال قلق وليس سؤال طمأنينة وهو سؤال أزمة وهو سؤال تحدي في الآن وهناك علاقة عضوية بين العلة والمعلوم تمام بين السبب والنتيجة لذلك المدخل الذي تفضلت به ومدخل مهم لاعتبارات كثيرة أولها أول هذه الاعتبارات أن هناك صراعا دوليا ما زال قائما هذا الصراع ليس بشأن المصطبح وإنما المصالح الدولية التي تقف خلف هذا المصطبح نعم أن القوى المتنفذة والمتشيدة في العلاقات الدولية وفي المجتمع الدولي تعود دون الوصول إلى قرار جامع مانع لتعريف ما هو الإرهاب وبالتالي يمكن أن نفرز القوى الإرهابية عن غيرها من القوى التي تقوم بواجبها في الدفاع عن وطنها في مقاومة المحتل في التصدي لأعمال الغجو ولأعمال الإرهاب بالذات التي تأتي قسم منها من الخارج وقسم منها من الداخل ثم بعد ذلك دعني أقول أن هذه القوى التي متنفذة ومتشيدة في العلاقات الدولية تكبح جماح أي حركة تحر تريد التفلت من هيمنتها وبالتالي من سيطرتها على اقتصاداتها على مستقبلها على ثرواتها التي تفعل أو تعمل باستمرار على نهبها تحت عنوين مختلفة تارة دول ممانعة وتارة أخرى دول راعية الإرهاب وتارة تالتة نحور الشر وهكذا وهكذا طيب لهذا تعريف المصطلح له أهمية من جهة وبنفس الوقت نعرف أنه أمر مقلق حين لا نتوصل إلى وضع تعريف محدد لمعنى الإرهاب والدلالة هي شيء من الامتلاء بالمعنى الفكري الفلسفي والقانوني لمصطلح الإرهاب الطيب لذلك من أسباب إبقاء المصطلح في هذا التي وفي عدم الثبات هو يصف في خانتها لذلك معادلة تعاطي قوى المركز مع القوى التباعية لأن دائما المركز يتبعه الذي هو في طرف الحضارة يشتغل هذا يعني أن الحديث في بعض الأحيان عن نظرية المؤامرة إذا سيناريو القوى المتنفذة هو ليس طرفا وهو ليس كسلا وهو ليس عزا على أقل تقدير ليس على نحو الإطلاق بل نسبي أسرع مكشوف وعلن تمام ولا مجال لإخفائه أصلا طالما القوى إلى جانب القوى المتنفذة والمتسيدة في العلاقات الدولية هي التي تضع القوى فوق القانون في حين القوى المستضعفة تريد اعتماد القانون باعتباره قوة أداء في مواجهة القوى العاتية والمتكبرة والمتسيدة في العلاقات الدولية هذا جزء من الصراع الدولي والصراع الدولي لا يحسن بطريقة الاستسلام أو الرضوخ وإنما هو صراع كوني عضوي بتفاعلات وبيه تداخلات وبيه صعود ونزول خذ على سبيل المثال أن الصراع كان قائما على نحو ايدولوجي فكري وأن كان يعبر عن مصالح اقتصادية وتجارية وغير ذلك لكنه اتخذ بعدا آخر بعد انهيار الكتلة الاشتراكية أيام الكتلة الاشتراكية كان الصراع بين معسكرين متضادين متناحرين إلغائيين لكنه وصل في نهاية المطاب في نهاية الثمانيات أو آخر الثمانيات وصل إلى طريق المسدود بسبب هيمنة القطب الأوحد الأقصد بذلك الولايات المتحدة على القطب الثاني الذي يمثله الاتحاد السويتي تمام بعد مشروع حرب النجوم من جهة وسباق التسلع من جهة ثانية إضافة لذلك النقوس والتراجع الداخلي بسبب شح الحريات والبرقراطية الحزبية والأزمات الاقتصادية التي عانى منها المعسكر الثاني اليوم اتخذ الصراع ملحا جديدا السباق المحموم ليس فقط في مجال التسلع وإنما في المجال الاقتصادي في ميدان اقتصادات المعرفة في الذكاء الاصطناعي لاحظ كم هو خطر على الولايات المتحدة وجود دولة مثل الصين مثل الصين نعم التي يفترض حسب بعض التقديرات أنها في العام عشرين ثلاثين ستصل إلى منزلة تضاهي بها منزلة الولايات المتحدة الاقتصادية صحيح أن الولايات المتحدة سوف لا تستسلم ولذلك وضعت حقوبات أمام الصين وضعت اتهامات ضد روسيا التي تورطت أيضا في حربها في أوكرينيا الأمر الذي يعني أن الصلاع الايدولوجي بدأ يأخذ منحا جديدا ليس المنح الايدولوجي الفكري وإنما منح التمترس في الدفاع عن المصالح وفي الاستحواذ على اقتصادات العالم عبر وسائل جديدة لسيما ونحن في الطور الرابع من الثورة الصناعية أو وصلنا إلى عتبة الطور الخامس من الثورة الصناعية بعد ثورة الاقتصادات والمواصلات وتكنولوجيا الإعلام والطفرة الرقمية الديجتر وغيرها أو ما يسميها توفلر عملية احتواء الأرض انتقل من السيطرة على الأرض إلى احتواء الأرض عبر ما قلتموه ثورة الرقمية أو ثورة الديجتال هذه الإجابة لذيذة ومشهية ولأنها مشهية ربما تستدعي الكثير من الاستفهامات لدي إذن لا يمكن الآن أن نتحدث عن ما نسميه براءة ايدولوجية إطلاقا كل الصراع الكوني منذ أن بدأ التاريخ إلى أن سينتهي إذا كان له نهاية هو صراع واتفاق مصالح أي أن هذا الصراع هو للحصول على مواقع للاستحواذ على مصالح من جهة ويجري اتفاق في لحظة تاريخية مفصلية على اتفاق المصالح بتواطؤات أو بمساومات تاريخية مقبولة أو غير مقبولة ولكن ولكن السياسة الدولية بمجمليات منذ أن بدأ التاريخ إلى أن ينتهي هو عبارة عن صراع واتفاق صراع واتفاق وهكذا تأتي الدورة لطيف طيب دكتور يعني إذا أردنا أن نتحدث عن صلة التطرف في الواقع قبل سقوط جدار برلين وقلت من كتلة الاشتراكية عام 1989 الصلة تتبع طبيعة تلك المرحلة بعد عام 1989 التطرف له نهج وله معطيات وله نسق من الصلة اختلفت وأيضا بوجود الدجيتال وهذه الثورة ثورة العالم الافتراضي بل القبائل الافتراضية أيضا بات للتطرف تشضي وآليات ووسائل لا أعلم كتبت عن هذا الموضوع نعم وقدرته ستكون أكثر مما كان عليه قبل عام 1989 بالتأكيد العالم الذي نعرفه أو سنعرفه قريبا يختلف عن كل خمسمائة سنة من التطور الذي حصل في ظل الثورة الصناعية القرن السابع عشر والثامن عشر وإلى اليوم أنقلاب سيكون هائل في مجمل مستويات التفكير وفي عقل البشرية وفي إداءها وفي كل ما يتعلق بشؤونها هذا من جهة من جهة ثانية حتى وإن اختلفت الاعتبارات القديمة وجاءت باعتبارات جديدة تبقى المصالح هي التي تحكم علاقات الدول مع بعضها صحيح في مبادئ ولكن لا مبادئ بدون مصالح المبادئ ينبغي أو المصالح ينبغي أن تخدم المبادئ والعكس صحيح أيضاً كان الصراع قبل انتهاء عهد الحرب الباردة والصراع العيدولوجي القديم يقوم بين كتلتين متعارضتين تبقى كانت الولايات المتحدة تتهم خصمها الدول الاشتراكية والاتحاد السوفيتي وحركات التحرر بأنها حركات إرهابية وأن الإرهاب الأحمر يأتي من موسكو ومقره بيروت والمقاومة واحدة من حركات التحرر التي كانت تدمغ بالإرهاب من جانب القوى الدولية المتنفذة بعد ذلك عندما انتهى الاتحاد السوفيتي لا بد الولايات المتحدة أن تفكر بعدو جديد أن تخترع عدوا أن تلفق عدوا إن لم يكن هذا موجود فقالت أن الإرهاب أصبح أخضرا يأتي من العالم الإسلامي سواء كان هذا العالم سنيا أو كان هذا العالم شيعيا لسيما بعد الثورة الإيرانية نضيء هذه المساحة أكثر بداية الإرهاب وكيف أن الولايات المتحدة الأمريكية وجدت ضالتها في الإرهاب الأخضر وكما أشنطن في المنظومة الإسلامية ربما بدأ الحديث عن الإرهاب الإسلاموي بعد وجود أسامة بن لادن في الباكستان وتجنيدي لأكثر من 100 ألف تحت ذريعة أن الاتحاد السوفيتي هم ملاحدة بعد الفاصل نكمل هذا الحوار أحبتي المشاهدين فاصل قصير ثم نعوده إليكم من جديد أهلا بكم أحبتي المشاهدين إلى هذا الحوار مع المفكر العراقي الكبير الأستاذ الدكتور عبد الحسين الشعبان مرة أخرى حياكم الله إذن هذه العكازة الثانية البديلة التي تعكزت عليها الولايات المتحدة الأمريكية في أنها اخترعت كما قلتم مصدرا للإرهاب هو المنظومة الإسلامية أو البلاد الإسلامية لا شك هي درست هذا الملف دراسة كبيرة نظرت إلى جذور الإرهاب وهل ثمت نصوص ربما في المنظومة الإسلامية تشجع هل تمت حركات تشكل بيئة خصبة لمثل هكذا أشياء هل هناك آمان لمن يريد أن يتعكز على الإسلام حتى يحصل على مكسب سياسي دعني قبل أن نجيب على هذا السؤال تفضل أود أن ألقي ضوءا سريعا على بعض الجماعات التي لم تتهم بالإرهاب أو حتى وإن اتهمت لا تعطى الصفة الدينية مثلا هناك منظمة بايدر ماينهو الألمانية لم يقول أحد أنها تقوم بممارسة الإرهاب المسيح على سبيل ومضمونها فيها هذا المصدر هناك الجيش الأمر الإرلندي نعم طبعا هذه الجهات التي تذكرها لم تصنف طائفيا طبعا فقط مداخلة سريعا هذه الجهات التي تذكرها أهدافها وسائلها نتائجها إرهابية بمعنى من المعاني وفقا لهذه التوصفات طبعا دعني أقول وفقا لهذه التوصفات حتى تكون الصورة واضحة للمشاهد هناك منظمة الألوية الحمراء الإيطالية هناك الجيش الأحمر الياباني هناك الجيش الأرمني السري هذه كلها منظمات قامت باستخدام العنف وسيلة لحل النجاح وهناك منظمات أخرى مثل المقاومة الفلسطينية دعني أقول والمقاومة الفلسطينية هي حركة تحرر وخسب القانون الدولي يحق للشعوب والأمم أن تستخدم العنف في حالتين رئيستين الحالة الأولى دفاعا عن النفس الشعب الذي يحتل لا بد أن يدافع عن نفسه والشعوب التي لا تدافع عن نفسها إنما هي شعوب من العبيد خانعة خانعة راضخة مستسلمة ولا أظن أن حركة التحرر العربي الفلسطينية أو الحركة العربية عموما هي من هذا الصن حتى وإن تلكأت أو تعثرت أو تعرضت إلى تصدعات لكنها من حيث الجوهر ما تزال روح المقاومة تسري داخل حركة التحرر العربي وداخل الشعوب العربية هذا أولا شيء الثاني يمكن استخدام العنف وسيلة للدفاع عن نفس من جهة عندما تتعرض هذه الشعوب إلى الاحتلال أو إلى الغزو أو إلى النيل من استقلالها فمن حقها أن تدافع عن نفسها وفقا للقانون الدولي الدفاع عن نفس من جهة وإذا ما تعرضت هذه الشعوب إلى الاحتلال تمام التصنيف الذي تريد أن تعممه الولايات المتحدة أو القوى المتسيدة ومهيمنة على العلاقات الدولية ينطلق من معيار آخر مختلف وهو عن المعيار القانوني وعن مثاق الأمم المتحدة الشاركة من الولايات المتحدة هي تصنف حركات تحررية تقوم بواجبها في الدفاع عن أراضيها دفاعا عن النفس تصنفها باعتبارها حركات رهابية في حين تستبعد قوى ودول محتلة بما فيها هي من هذا التصنيف الذي يقوم على استخدام العنف وكأن قانون القوة هو الذي تريد أن تفرضه على الآخر وهذا واقع كما قلت بقبل قليل الصراع مكشوف نعم الذي حصل في الثمانينات وفي التسعينات فيما بعد صراع من نوع آخر حاولت حاولت الولايات المتحدة أن تستخدم قوى إرهابية بل أسست منظمات إرهابية تمام ليس فقط في منطقتنا وإنما في أمريكا اللاتينية أيضا في أمريكا اللاتينية أيضا لمواجهة خصمها تحت عنوين مختلفة بعد غزو الاتحاد السوفيتي لأفغانستان وكان عملا شنيعا خاطيا تورط به الاتحاد السوفيتي ودفعته الولايات المتحدة إلى ذلك بريجينسكي مستشار الأمن القومي زبغينيو استبشر فرحا عندما تلقى خبر أن الاتحاد السوفيتي عبرت قواته الحدود الأفغانية فكتب رسالة وتركها في مكتب الرئيس كارتر هذه الرسالة تقول ما معناه أوقعنا العملاق في الفخ بمعنى من المعاني ردا على هزيمة الولايات المتحدة في البيتنام سيخوض الاتحاد السوفيتي في أوحال أفغانستان لذلك سارعوا مع دول عربية وإسلامية لإنشاء منظمات إسلامية أو إسلاموية وفي فرق بين الإسلام والإسلامويين نعم وهناك وهناك فرق أيضا بين الإسلامولوجيا والإسلاموفوبيا الإسلاموفوبيا الخوف هي الرهاب من الإسلام الإسلامولوجيا استخدام تعاليم الدين الإسلامي الحنيف بالضد منها ودائما ما أضرت قوى تحت عنوين مختلفة الإسلامويون أضروا بالإسلام والماركسيون أحيانا أضروا بالماركسية والقوميون أضروا بالعروبة لطيف دكتور حالات غير قليلة دكتور أنا طبعا لدي أكثر من المقاطعة ولكن أرجعها للحديث جميل جدا وثار ولا أريد أن أمنع المشاهد من الاستمتاع بها طبعا القوى الناعمة التي تتحرك بها الولايات المتحدة الأمريكية قوى ذكية جدا يعني عندما تحدث جوزيف ناي عام 1992 عن القوى الناعمة باتت الولايات المتحدة الأمريكية تهيمن ليس عن طريق السلاح فقط إنما عن طريق الدراسات النفسية الضخمة والدراسات الأنثربولوجية الضخمة لذلك تسبق الجميع بخطوات عديدة طبعا هذه قدرتها ولكن حتى لا نريد أن نبتعد كثيرا قلتم في كتابكم الذي تحدثتم فيه عن ثلاثية الظلام للتعصب سبب والتطرف ثمرة وليدة له والعنف وسيلة أما الإرهاب فهو نتيجة هل هنا نتحدث نحن عن دورة حياة الإرهاب المعنى يحتاج إلى تفكيك نعم كل متطرف هو بضرورة متعصب ولكن ليش كل متعصب هو بضرورة متطرف بمعنى من المعاني التعصب إذا انتقل إلى السلوك إلى الفعل من التفكير إلى التنفيذ يصبح تطرفا تمام والتطرف إذا صار سلوكا يتحول إلى عنف سواء عنف فردي عنف جماعي إلى آخرين والعنف إذا ضرب عشوائيا وكان عابرا للحدود سيتحول إلى إرهاب وإرهاب دولي العنف بمعناه العام واستخدام وسائل لإكراه الخصم أما على تبني موقف أو التخلي عن موقف أو الخضوع لموقف معين والعنف يخضع للقوانين الوطنية عادة القوانين الجنائية في حين أن الإرهاب والإرهاب الدولي تحديدا يخضع إضافة إلى القوانين الجنائية يخضع إلى القوانين الدولية خصوصا إذا ما كان تهديدا للسلم والأمن الدوليين وارتكاب جرائم مدى الإنسانية وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم الحرب وكل هذه الجرائم مجتمعة تنطبق على إسرائيل منذ قيامها قبل 75 عاما ونيف إلى اليوم بما فيها الجريمة الكبرى التي ترتكب اليوم في غزة أحسب منذ نحو خمسة أشعر والعالم ما زال يتفرج على كيفية قتل الأففال الفلسطينية على كيفية تعريض ملايين البشر مليون وستمائة ألف إنسان إلى مجاعة حقيقية يعانون من الأوبئة والأمراض التي أصبحت مستشرية كل ذلك ينطبق عليه وصف العالم قواعد القانون الدولي بشأن الإرهاب هذا من جهة من جهة ثانية أريد أن أقول أن الإرهاب بغض النظر عن مرتكبيه سواء كان إرهابا فرديا أو إرهابا حكوميا أو إرهابا تقوم به جماعات أو إرهابا تقوم به دولة ضد شعب آخر أو ضد شعبه هو إرهاب هو استخدام القوة والعنف لإكره الآخر طبعا في فرق بين القوة والعنف وتفضلت وتحدثت عن جوزيف نايف نعم والقوة الناعمة القوة غير العنف القوة يمكن أن تستخدم وسائل المقاومة السلمية المدنية في مواجهة العنف الذي يأتي من الآخر وعندما يقوم الإنسان بممارسة العنف ضد الآخر فإنه يمارس جزءا من هذا العنف ضد نفسه طيب ينتزع جزءا من إنسانيته عند محاولة إرغام الخصم أو إرغام الآخر على الامتثال لرأيه أو لتغيير عقيدته أو لفرض شرط من الشروط التي لا يرتضيها الآخر لطيف هذه القوة الناعمة نعم إذا رجعنا أبعد من ذلك أبعد من العام 92 هي استخدمت خلال فترة الحرب الباردة كلها استخدمت القوة الناعمة واستخدمت على نحو بارع أولا خفي وهادئ وكانت وكالة استخبارات الأمريكية تمارس دورا للتأثير على الخصم ضطيف من خارجه لكي ينعكس على داخله ضطيف كان سارتر أدعم هذا الكلام قبل أن تدخل سارتر المكدنولد حرب باردة وقوة ناعمة الهامبرغر نعم موسيقى جارز كذلك توم جيري كل هذه الأشياء هي وسائل قوة ناعمة تستخدم من القطب الأول إلى القطب الثاني التأثير على الوعي نعم على عملية الوعي تغيير عملية الوعي نعم التغيير على نمط الحياة السلوك هذا هو الذي تستخدمه أرخي الكرة كانت جون بولت سارتر يقول سبقنا بنحو عقدين من الزمن الوجودي كان يقول أن الدول الاشتراكية هي حصون منيعة وعالية يصعب اختراقها من الخارج لكنها هشة وخاوية من الداخل لذلك سقطت مثل التفاح الناضج لاحقا بالأحوان من يكون يتصور من كان يتصور أن الاتحاد السوفيتي بجبروته سينتهي هذه النهاية المأشوية في نهاية الثمانيات وفي مطلع التشعينات هذا الكلام لسابط نعم يتماهى مع ذلك المعنى زهر اللوز نعم زهرة اللوز يعجبك منظرها وهي على متن الشجرة ولكن ما أن ترتقي إليها تلامسها حتى تتلاشى بعد الفاصل سأتحدث معك عن مخترحك في إيجاد ويستفاليا عربية على غرار ويستفاليا الغرب وحرب الثلاثين وحرب المائة عام ولا أعلم كيف أوجدت هذه المقاربة على الرغم من اختلاف البيئة واختلاف نسق الوعي ربما ولكن نسمع ونفك طلاسم هذه الأحجية بعد الفاصل وضمن الجزء الأخير فاصل قصير وأخير ثم نعود إلى أهلا بكم أحمد المشاهدين إلى الجزء الأخير المتبقى مرة أخرى دكتور حياكم الله أهلا بك تحدثت في محاضرة في الموصل عنوانها الأمن التعليمي وتحديات مثلة الإرهاب التعصب والتطرف والعنف وقدمتم النقيض للثلاث الظلامي خصوصا للمنطقة العربية ولعموم الشرق واقترحت صلحا أو اتفاقا هو أقرب إلى ويستفاليا عربية والمعنى يحتاج فعلا إلى تفكيك أنت تعلم أن هذه الاتفاقية والمعاهدة هي معاهدتان نشأت وولدت ضمن ظروف معينة ووعي وبيئة وعادات وتقاليد تختلف كيف أوجدت هذه المقاربة هذه المقاربة نحن أشد ما نكون بحاجة إليها لا سيما على الصعيد العربي إضافة إلى دول المنطقة قبل أن أدخل في هذا الموضوع أود أن ألفت النظر إلا أن الحديث عن القوى الناعمة وفي فترة الحرب الباردة كان مهمة ونعقد مؤتمر في العام 1954 في بحمدون وجهت الدعوة إلى رجال دين مسلمين شيعة وسنة ومسيحيين من الطوائف المختلفة تمام وكان المؤتمر بعنوان محاربة الأفكار المادية من جملة الذين وجهت لهم الدعوة الشيخ علي كاشف الغطاء تمام لم يستجب لهذه الدعوة وإنما كتب رسالة هذه الرسالة وجهها إلى المؤتمر تمام تحت عنوان تحت عنوان يعني الإسلام الإسلام دعني أتذكر جيدا على رحتك دعني أتذكر جيدا ليس في بحمدون ما معنى نعم القيم في الإسلام لا في بحمدون جميل القيم في الإسلام في الإسلام لا في بحمدون وهذه الرسالة رد على وسائل الولايات المتحدة التي تم اكتشاف لاحقا أنها كانت عبرة الـ CIA كانت قد وجهت هذه الدعوات إلى رجال الدين واليسار العراقي أنذاك والحركة شيوعية في وقتها وزعت هذه الرسالة باعتبارها واحدة من منشوراتها كأنها واحدة من منشوراتها القيم الحقيقية الإسلام في الإسلام لا في بحمدون طمام فهذا جزء من الحرب الباردة التي استمرت لسنوات دعوة إلى إلى فكرة وستفالي عربي هذا الصراع لا إلى فكرة هذا الصراع والوسائل التي استخدمت فيه سميت نظرية بناء الجسور التي تحدث عنها كيسينجر أيضا وتحدث عنها الرئيس جونسون وكانت قد بدأت منذ عهد الرئيس كندي نظرية بناء الجسور التي ستعبرها البضائع والسلح والسياح لغرض اختراق المعسكر الاشتراكي من داخله والإطاحة به من حيثياته بسبب استخدام النواقص والثغرات والعيوب والاستبداد وهدر الحريات لغرض الإطاحة به من داخله أما إذا جئنا إلى ويست بالي عربية ما هي ضرورته الآن كنت قد دعوت في فترة سابقة إلى حوار عربي كردي بالنسبة للمنطقة العربية والعراق تحديدا وأجريت أول حوار عربي كردي في التاريخ عام 1992 دعوت 25 مثقفا كرديا و25 مثقفا عربيا للحوار حول الأسس التي ما يزال يتحاورون حولها حتى اليوم هذه الدعوة كانت في وقتها بصفتك ماذا؟ رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان تمام والدعوة حصلت في لندن ووصلت هذا العمل طيلة هذه السنوات آخر دعوة كانت الحوار عرب الكردي برعاية سمو الأمير الحسن في عمان قبل ثلاث سنوات قبل الكورونا بسنة أو أقل من سنة ثم دعوت إلى شيء آخر أوسع من ذلك حوار مثقفي الأمم الأربعة فورش تورك كرد عرب نحن نعيش في هذه المنطقة علينا أن نتعايش أن نتفاهم أن نشتغل على المشتركات أن نعظم الجوامع ونقلص الفوارق تمام بهذا المعنى بهذا المعنى نحن بحاجة إلى أولا قبول أحدنا الآخر الاعتراف بالآخر حق الآخر في تقرير المصير عدم التدخل احترام مبادئ السيادة أخذ المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بنظر الاعتبار طيب هذه تهيئ لوجباليا عربية دعني أقول لك أن وجباليا عربية وجباليا التي أنجزت عام 1648 لم تكن عملا يسيرا 116 عام شميت قرب المئة عام لأنها توقفت قليلا اجتمرت ثم جاءت بعدها حرب الثلاثين عام انتهت 1648 وصلت إلى ثلاث مبادئ حرية العقيدة أولا حرية مارسة الشعائر ما معناه والطقوس احترام السيادة وأخذ بنظر الاعتبار المصالح المشتركة مرور البضائع هذا حصر الرأسمالية الذي تأسست على أساس الدولة القومية نحن بحاجة إلى إعادة بناء دولنا أولا للاتفاق ضمن أعمدة الأمم الأربعة أعمدة الأمم الأربعة إذا كان هناك ثلاث مشاريع رئيسية في المنطقة أخطرها المشروع الصهيوني كما تحدثنا نحن خارج الستوديو هناك المشروع الإيراني وهناك المشروع التركي ولا وجود لمشروع عربي أو لا وجود لمشروع عراقي حتى موحد يستطيع أن يشكل قاعدة لهذا المثلث الهرمي الذي ضلعه الرئيسي الجارة إيران وضلعه الرئيسي الجارة تركيا وهناك علاقات أخرى في علاقة ومشكلة مع أثيوبيا في مشاكل أخرى مع الجاران خارج نطاق الصراع العربي الصهيوني الدكتور لو سمحت لي يعني ربما المرحلة الأولى مفقودة في هذا السيناريو يعني أنا عندما أتحدث عن المستفالة العربية لا يكفي أن أجتمع على طاولة وأجمع أصحاب القرار بل يجب أن تكون هناك مرحلة تثقيفية يحل فيها النزاع حول البذور الأولى ربما نحن تحدثنا ونحن في السيارة قادمين إلى هذا المكان طبعا نحن نسجل في بيت الحكمة أحبتي المشاهدين تحدثنا عن تشفيف منابع التطرف وتشفيف منابع الإرهاب هذه طالما هي مشتعلة إذن هي قابلة للاستدعاء ألا ترى أنه حتى نصل إلى هذه المرحلة التي ذكرتها يجب أن نفض هذا الازدحام ونفق الالتحام في هذه المساحات حتى تأتي الأجيال وتجد ثمار ثم ننتقل إلى هذه المستفالة العربية نعم ولكن كما تعلم أن هذه الأمور كلها متداخلة ما تفضلت به صحيح تماما لكنه متداخل ومتفاعل ومتراكب ومتعاشق أحيانا إلى درجة كبيرة نحن نحتاج أولا إلى إعادة بناء داخلي على كل دولة على حدة هذا من جهة جهة ثانية إعادة ترميم العلاقات الدولية وفقا للأسس والمعايير في منظمة التعاون الإسلامي في جامعة الدول العربية عربيا عربيا نحتاج أولا ثم عربيا إسلاميا ثم مع دول الجوار ثم مع العالم الكيان المحيط حولنا ثم ننتقل إلى مرحلة أخرى وأحلاقات الدول مع بعضها طبعا المجتمعات تلعب دور مهم والمجتمع المدني تقديدا يلعب دور مهم والإعلاميون الإعلام يلعب دور مهم أيضا لا شك على صعيد تعزيز هذه العلاقات تعظيم الجوامع تقليص الفوارئ نشر قيم السلام نشر قيم التسامر نشر القيم التي تنبذ الكراهية تنبذ التعصب تنبذ التطرف تدعو إلى تفاهمات هذه التفاهمات يمكن أن تقدم تنازلات التنازلات من جميع الأطراف التنازلات من جميع الأطراف يكفي أننا نعيش في العصور الماضية أننا أصبحنا ماضويون نتحدث عن صراعات قبل 1400 سنة صراعات طائفية نعم وبعضها صراعات إثنية وبعضها صراعات مذهبية هذا هو الواقع الدكتور عبدالحسين العطر حتى لا أستثمر استثمر آخر لا شك نحن نعيش وما زلنا نسكن في التاريخ هذه مسألة واضحة ولكن حتى أستثمر ما تبقى في بحث نشر لك في مجلة المحة عنوانه إرهاب الإسلام أم إسلام الإرهاب قلت أن الجمهور الواسع الذي حازته القوة المتشددة بين المسلمين في أوطانهم أو في البهاجر يعودوا إلى ضغط الأوضاع الاقتصادية وهيمنة الأنظمة التسلطية بما جعل الناس ينظرون إلى هؤلاء بكونهم الملاذ الجديد أو خشبة النجاة بعد أن يشتاحهم طوفان المشاريع الفكرية حسب تعبيره فضلاً عن الخيبات العربية والهزائب المتكررة على مستوى الحكومات أمام العدو الصهيوني وعز الأنظمة العربية عن مواجهته عسكرياً أو إعلامياً أنت هنا تتماهى جداً مع ما قاله أريك هوور في كتابه المؤمن الصادق باترو بيليوار أنما تحدث عن مفردة سحرية اسمها العقل المحبط يريد أن يشير أن هذه الحركات المتشددة وجدت ضالتها في العقل المحبط فعملت على تجنيده وجعله مشروع إرهابي متطرف هذا صحيح من جهة ولكن هناك أسباب أخرى هناك الفقر هناك التمييز هناك عدم احترام لحقوق الإنسان هناك تنكر لدور المرأة وعدم مساواتها مع الرجل هناك النزعات العنصرية الاستعلائية هناك الكراهية للآخر كل هذه تشكل بيئة خصبة لاجتداب هؤلاء الشباب ولا فهمني كنا بالحزب الشيوعي أيام زمان حتى نريد أن نكسب صديقا للحزب أو مرشحا للحزب نقيم علاقة معه لستة أشهر وندعوه إلى سينما وندفع عليه في المقعم تصرفون عليه لكي نسهل عملية الصداقة كيف عشرات الآلاف ينتقلون إلى جماعات جهادية بين قويسات أقصد إرهابية يقدمون حياتهم التي هي عشة بالنسبة للإنسان نعم هكذا بكل لحظة وكأنها تطير لاعتقادهم أنهم سيذهبون إلى الجنة ويقابلون حور العين والعالم الآخر هو عالمهم العالم الافتراضي وليس العالم الحقيقي هذا العقل المحبط هو جزء من هذه العملية الجهل الأمية تخلف كل هذه العوامل المجتمعة إذا أخذناها بنظر الاعتبار توفر بيئة خصبة لتفقيس بيض الإرهاب لطيف دكتور الطريق إلى تطويق التطرف لديكم هكذا عنوان عربيا وعراقيا كون أن العراق وسوريا ولبنان واليمن ربما هناك الكثير من المصادق لهذا التطرف كيف نعمل على تطويق التطرف كيف نعمل على أن لا يأتي إلينا مرة ثانية من الشباك بعد أن طردناه من الباب دعني أقول لك أن التعصب والتطرف والعنف والإرهاب ليس مخترع أو صناعة عربية أو إسلامية هو موجود في الغرب أيضا في الغرب فيه تعصب وتطرف وعنف وإرهاب أيضا هذه الحركات الشعبوية العنصرية الاستعلائية ضد المهاجرين ضد الأجانب ضد الإسلام اللي أطلقت عليها إسلاموفوبيا العداء للإسلام أو كراهية الإسلام أو الرهاب من الإسلام هي موجودة لدينا أيضا موجودة لدينا إضافة إلى ذلك عناصر مشجعة على نموها هذه التي ينبغيها تحدث عن التفاوض الطبقي أو الفقر نعم بدون حد أدنى من العدالة الاجتماعية لا يمكن حديث عن مواطنة عندما أقول مواطنة حقيقية حرية ولا سيما العدالة الاجتماعية وهل يتساوى الذين يملكون والذين لا يملكون المدخومون مع المحرومين على سبيل المثال عند تساوكا مع القرآن الكريم وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون تمام إضافة إلى لا بد من توفر أنصر الشراكة والمشاركة نحن شركاء في هذا الوطن وعلينا أن نكون مشاركين باتخاذ القرار كلمة أخيرة ماذا تريد أن تقول حتى نختم البرنامج أريد أن يقول بالتسامع وبقبول الآخر وبالتفاهم واستبعاد العنف ونبذ الحروب مئة سنة حوار ولا ساعة قتال أو حرب هذا يمكن أن يوفر أرضية حتى لو تأخرت لكنها ستكون كفيلة بأن تكون هذه البدايات صحيح ولاحظنا تجارب تاريخية قامت على العنف سقطت سقوطا مريعا هذه الحركات التي قامت على العنف انتهت بالعنف أيضا أحسنتم ولا بد من يقاف العنف لكي لا يستمر دولاب العنف ودولاب الدم مرة أخرى في نهاية المطاف الله سبحانه وتعالى تعبدنا بالحب ولم يتعبدنا بالكره أو التطرف شكرا جزيلا للمفكر العراقي الكبير الدكتور عبدالحسين شعبان على هذا الحوار المشتعل الساخن الجميل شكرا لك شكرا جزيلا حياك الله فالختاب أحبتي المشاهدين أستدعي ما قالته البلغارية جوليا كريستيذا في كتابها ورباء في دواخرنا عندما قالت الغريب يسكنني على نحو الغريب فإذا كان الغريب في داخلي فلماذا لا أقبل الغريب الآخر وهو في محلتي وهو في شارعي وهو في مدني أو في مدينتي وهو في بلدتي وفي دولتي أو في الدولة المجاورة لمعكم حوار آخر وحلقة جديدة وبرنامج لا إكره هذا أنا محدثكم الدكتور ناجل فتلاوي في أمان الله